السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا طلاب طالبات الصف الثاني الثانوي هنتعرف مع بعض النهاردة على الدرس الثاني في الوحدة الثالثة اللي عنوانه بيقول مصر في عصري التولونيين والإخشديين بس قبل ما هنبدأ درسنا هنجاوب أسئلة الدرس الماضي اللي كانت بتقول السؤال الأول كان لخليج أمير المؤمنين بجانب دور الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة دور سياسي بالخلال الإجابة هتكون ربط مصر بعاصمة الخلافة الإسلامية طب السؤال الثاني عندنا بيقول تدل استغاسة الخليفة عمر بن الخطاب بعمر بن العاص في عام الرمادة على هقوله الإجابة أهمية مصر الاقتصادية السؤال الثالث عندنا بيقول كانت تبعية الولاء الذين تولوا حكم مصر للدولة العباسية في أغلب فترات العصر العباسي التاني تبعية هقوله طبعا كانت التبعية تبعية اسمية السؤال الرابع عندنا بيقول الشعبية الكبيرة اللي اكتسبها الوالي عبد العزيز بن مروان كانت بسبب هقوله الإجابة إيمانه بأن العدل أساس الملك تعالوا بقى مع بعض نتعرف على درس النهاردة اللي كان بيقول مصر ولاية اسلامية كانت مصر منذ الفتح الإسلامي إلى بداية الدولة التولونية كانت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية وطبعا مكانة مصر دي عظيمة جدا ليه؟ قالك أول حاجة مصر دي قوة اقتصادية ضخمة جدا بتأثر على كل اقتصاديات الخلافة طيب إيه كمان؟ قالك مصر بعيدة عن مركز الخلافة في بغداد وده طبعا بيخلي كثير من الولاد طامعين في الحكم أن يأتوا إلى مصر ليسيطروا عليها ويستقلوا بالحكم طيب إيه كمان؟ وطبيعة مصر التي تميل إلى المسالمة خلت الولاد يطمعوا في مصر ويستقلوا عن مركز الخلافة في مدينة بغداد تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتعرف على الدولة التولونية اللي فضلت حكم مصر من 254 حتى 92 هجريا أول حاجة الدولة التولونية دي بتنسب إلى أحمد بن طولون وهذا الرجل من أصل تركي أحمد بن طولون أتى إلى مصر نائبا عن زوج أمه بايكي باك طيب أحمد بن طولون أول لما دخل مصر أثبت مهاراته في معالجة وتدبير الأمور بسياسة حكيمة طيب بيقولك كمان أحمد بن طولون ده شخصيته كانت قوية جدا قادر يواجه المشاكل وقدر كمان يواجه أعباء الدولة واستخدم أحمد بن طولون طريقة زكية جدا عمل إيه بقى؟ ضم مجموعة كبيرة جدا من المصريين إلى حاشيته عشان يتعرف منهم على نواحي الكسور التي كانت توجد في البلاد طيب مقابل كده عمل إيه؟ قالك أخذك عليهم الأموال والمنح والعطايا حتى يضمن ولاءهم له في مصر تعالوا بقى مع بعض نتعرف إزاي أحمد بن طولون أصبح واليا على مصر قالك بعد وفاة بايكبات عين الخليفة العباسي واحد اسمه يرجوخ يرجوخ ده كان صهر أحمد بن طولون يعني هنا في علاقة إيه؟ في علاقة اجتماعية يرجوخ كتب لأحمد بن طولون تسلم من نفسك إلى نفسك يعني افضل زي إما أنت حاكم لمصر طيب لما مات يرجوخ اضطر الخليفة العباسي أنه يعين أحمد بن طولون بطريقة رسمية وأصبح هو القائد الرسمي للدولة والحاكم الفعلي للبلاد بدأ أحمد بن طولون يستقل بالبلاد مع تبعية مصر للخلافة العباسية وفضل كمان يرسل الأموال ويدعو للخليفة على المنابر تعالوا بقى مع بعض نتعرف على عوامل تزبيت دعائم الدولة الطولونية أول حاجة عندنا شخصية أحمد بن طولون الطامحة في الحكم والسلطان طيب إيه تاني حاجة؟ قال لك وضع مصر السياسي والاقتصادي وأهميتها في جعلها محط أنظار الطامعين فيها يبقى وضع مصر الاقتصادي كم يخل الطامعين يطمعوا أكتر فين؟ في مصر النقطة التالتة عندنا ضعف الخلافاء العباسيين وعدم تمكنهم من السيطرة على أطراف الدولة طيب رابع نقطة عندنا قال لك معاناة الخلافة العباسية بسبب قصرة الصورات في مختلف البلدان الإسلامية تعالوا بقى مع بعض نتعرف إزاي أحمد بن طولون مد انفوزه إلى بلاد الشام قال لك أراد أحمد بن طولون أن يمد انفوزه إلى بلاد الشام حتى يوسع دولته فخرج بجيشه إلى دمشق ولما خرج إلى دمشق اتجه إلى منطقة اسمها الصغور بعد ما سيطر على دمشق وأعطى الأمان لأهلها طيب فين الصغور دي؟ قال لك الصغور دي منطقة بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية ومن الصغور وصل إلى مدينة اسمها ترسوس وفي هذه المدينة جلس في المسجد الكبير فيها في منتهى التواضع وحل مشاكل الناس هناك فضمن بذلك ولا أهم تعالوا بقى نتعرف على موقف يوضح مسئولية الحاكم أحمد بن طولون لما دخل دمشق حصل حريق كبير جدا فبدأ يسأل الاتنين اللي معاه من الاتنين اللي معاه واحد اسمه أبو زرع النصري واحد اسمه أبو عبد الله أحمد بن محمد الواسطي ده كان الكاتب بتاعه فبدأ يسأل الكاتب بتاعه ما اسم هذا الموضع؟ قال له كليسة مريم فأمر أن يصرف من ماله الخاص سبعين ألف دينار على هذه الكنيسة حتى يقوموا بإعادة بناءها مرة أخرى وأن يصرف ويعود كل من تعرض للحريق تعالوا بقى مع بعض نشوف الخريطة اللي قدامنا بتوضح توسعات الدولة الطلونية ونلاحظ أنها توسعت في عد الجهات على حساب الدولة العباسية في مقابل أنها نلاحظ تقلص مساحة الدولة العباسية وده سبب خلافات كبيرة جدا بين الدولتين وبعد وفاة أحمد بن طلون حاول العباسيون القضاء على الدولة الطلونية تعالوا بقى مع بعض نتعرف على الأحداث اللي حصلت بعد وفاة أحمد بن طلون اللي جاي بعد أحمد بن طلون ابنه خمراوي ابن أحمد بن طلون هذا الرجل حكم مصر بعد وفاة أبيه الخلافة العباسية لما لقيت خمراوي جاي قالت أكيد الرجل ده ضعيف فحبت أن هي تستعيد مصر الخلافة العباسية مرة أخرى ولكن استطاع خمروي الانتصار على الجيش العباسي وعقد صلح مع الخليفة المعتمد الصلح ده خلاله حكم مصر وبلاد الشام 30 سنة هو وأولاده وكمان استخدم طريقة زكية جدا في تقوية علاقته بالخلافة العباسية لما جاء الخليفة المعتد نجح أنه هو يزوجه ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي نيجي بقى العام 82 زهب خمروي الى بلاد الشام وقتل هناك على يد غلمانه فحمل في تابوت ودفن في مصر بجوار أبي أحمد بن طولون تعالوا بقى مع بعض نتعرف ايه سبب سكوت الدولة الطولونية هلاقي أول حاجة عندنا كسرة المنازعات والصراعات بين أبناء البيت الطولوني بعد مقتل خمروي طب السبب الثاني قالك تدخل الجند والغلمان والموالي في الشؤون الداخلية للدولة الطولونية وتالت سبب عندنا رغبة الخلافة العباسية في استعادة نفوذها في مصر والشام وبالفعل نجحة الدولة العباسية في القضاء على الدولة الطولونية ولكن سيطرتها ما فضلتش كتير في مصر ليه؟ لأن ظهر الدولة جديدة عندنا اسمها الدولة الإخشيدية تعالوا بقى نتعرف مع بعض على الدولة الإخشيدية اللي حكمت البلاد من 323 حتى عام 358 بتنسب الدولة الإخشيدية الى محمد بن طق الإخشيد وده المؤسس لهذه الدولة طيب والده قالك والده يسمى طق تولى والده طق ولاية دمشق في عهد خمراوي ابن أحمد ابن طولون طيب محمد بن طق الإخشيد ده مين؟ قالك محمد بن طق الإخشيد كان أحد القادة الأطراق في الجيش العباسي طيب قدر يعمل إيه؟ قالك هذا الرجل قدر يتصدى لجيش الفاطميين عام 302 وبكده يكون كسب مكانة كبيرة جدا عند الخليفة العباسي طيب تعال نشوف مرحلة تانية في حياة محمد بن طق الإخشيد لما تولت كين حكم بلاد دمشق أخذ معه محمد بن طق الإخشيد وفي هذه الأثناء هجم مجموعة من الأعراب على قافلة للحجاج المسلمين ذاهبة للحج استطاع محمد بن طق الإخشيد أن ينتصر عليهم وبكده محمد بن طق الإخشيد يكون زاء عصيته في الخلافة العباسية كلها ويعينه الخليفة العباسي حاكما على مصر والشام ويلقبه كمان بالإخشيد ومعنى كلمة الإخشيد يعني ملك الملوك في فرغانة اللي هي دلوقتي مدينة أسباكستان وبكده يكون نجح محمد بن طق الإخشيد في مد نفوزه خارج مصر تعالوا بقى مع بعض نتعرف على أهم أعمال محمد بن طق الإخشيد أول حاجة وطد نفوزه بمصر واستطاع أنه يقضي على الأمراء المنافسين له والمتسببين في زعزعة الحكم طيب النقطة التانية استطاع أنه يعيد الأمن والأمان إلى مصر بعد صد هجمات الفاطميين عليها طيب عمل إيه كمان؟ قالك كم بيسعى للاستقلال عن الخلافة العباسية وكمان اتخذ من مدينة العسكر مقرا وعاصمة لدولته تعالوا بقى مع بعض نشوف على الخريطة امتداد الدولة الإخشيدية وبكده نكون نتعرفنا على امتداد الدولة الإخشيدية على الخريطة تعالوا بقى نشوف مصر بعد وفاة الإخشيد توفي الإخشيد في دمشق ودفن بالقدس وأوسق قبل وفاته بالخلافة إلى ابنه أبو القاسم أنجور أبو القاسم أنجور كان صغير السنة فكانت الوصاية عليه من كفور الإخشيد من كفور الإخشيد ده ده اللي تولى تربيت أولاد محمد بن طاقج الإخشيد هذا الرجل كان بيفضل لقب الأستاذ اللي اكتسبه أيام تربيت أولاد محمد بن طاقج الإخشيد وما كانش بيحب يتقال له يا أمير طيب إيه كمان قالك هذا الرجل عمل على ضبط أمور الدولة وأعاد الأمن فيها مرة أخرى في مصر والشام واستطاع أنه يسيطر على مقاليد الحكم وطول ما هو بيحكم لم تستطيع الخلافة العباسية التدخل في شؤون مصر وبقيت مصر في يد الإخشيديين حتى جاء القائد جوهر السكلي واستطاع أنه هو يخلي مصر تابعة للدولة الفاطمية سنة 358 هجريا وبكده يكون جوهر السكلي أسقط الدولة الإخشيدية في مصر وأسقط مع سلطان العباسيين على مصر وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة اللي عرفنا فيه الدولة التولونية وعرفنا عوامل تثبيت الدولة وعرفنا القائد أحمد بن طولون وأهم أعماله وابنه خمروي وعرفنا كمان الدولة الإخشيدية وعرفنا فيها محمد بن طغي الإخشيد وعرفنا كمان كافور الإخشيد تعالوا بقى مع بعض نتعرف على أهم أسئلة درس النهاردة اللي بتقول السؤال الأول أهم العوامل التي ساعدت على ظهور أحمد بن طولون على مصرح الأحداث في مصر ألف نشأته العسكرية بانتماءاته السياسية جيم خبراته الاقتصادية دال علاقاته الاجتماعية السؤال الثاني عندنا بيقول إقدام الدولة العباسية على استعادة نفوذها على مصر والشام بعد وفاة أحمد بن طولون يرجع إلى ألف قوة خلفاء الدولة العباسية ب صورات المصريين ضد الطولونيين جيم اعتقادها في ضعف خمروي دال قصرة المنازعات والصراعات بين الطولونيين السؤال الثالث عندنا بيقول لجأ خمروي والخليفة العباسي المعتضد إلى توطيد علاقتهما ببعض عن طريقة إقامة ألف جيش عسكري موحد ب علاقة اجتماعية جيم تحالف اقتصادي دال صلح عسكري السؤال الرابع عندنا بيقول استطاع محمد بن طغجة الوصول لحكم مصر وذلك بسبب شهرته في المجال ألف السياسي ب الاقتصادي جيم العسكري دال الديني جاوب الأسئلة دي بفهمك للدرس وتابع معانا إجابات الأسئلة في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة